لا تزال فوضى السلاح تنشر الذعر بين صفوف المدنيين الأمريكيين هنا في كاليفورنيا كما في باقي الولايات الأمريكية مأساة تتكرر بين الحين والآخر قتلى وجرحى في موقعين منفصلين في مدينة هاف مومباي الجاني أطلق النار عشوائيا على عدد من الأبرياء فأرداهم بين قتيل وجريح اليوم في تمام الساعة الثانية والعشرين ظهرا حدد نواب أربعة ضحايا توفوا بأعيرة نارية كما أصيب خامس بطلق ناري رجل في السابعة والستين من عمره بحوزته سلاح الجريمة قيد الاعتقال بعد نحوه ساعتين من الواقعة في ديموين بولاية أيوة حادث مشابه متزام قتل فيه طالبان وأصيب آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار على مركز تعليمي مجاني للشباب المعرضين للخطر حدث ذلك في وقت لم يستفق فيه الأمريكيون بعد من صدمتهم بعد أن فتح رجل آسيوي النار داخل صالة رقص خلال الاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة فأسقط 11 قتيلا وعددا من الجرحة شارك الرئيس والسيدة الأولى تعازهما في قتل وجرح إطلاق النار الجماعي في مونتري بارك في كاليفورنيا وقد أطلعت مستشارة الأمن الداخلي ليس شيرويد راندل الرئيس في وقت مبكر من صباح أمس بالمجريات ووجهها بضمان الدعم الفيدرالي الكامل للمسؤولين المحليين الذين يستجيبون للوضع فاجعة تل وفاجعة تهز الشارع الأمريكي دون أن تفلح مساعي الإدارة الأمريكية بوضع حد لها تقول التقارير أن ارتفاعا ملحوظا وتصاعدا لافتا لعنف السلاح شهدته المدن والولايات الأمريكية في الآوينة الأخيرة كانت هذه القضية من أولى أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وضع خطة لمواجهتها وخصص أموالنا للحد من تفاقومها فضلا عن مطالبة نواب الكونغرس بسن قوانين تقيد حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة حفاظا على الأرواح بيد أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل أمام ما يعرف بلوب السلاح الذي لا يزال صاحب الصوت الأعلى والقول الفصلي في هذه المسألة